انضموا إلينا في تغطية التلفزيون العربية العميد عبدالغني الزبيدي خبير عسكري والسراتيجي من صنعاء أهلا بك معنا سيدة العميد على ما يبدو أن الضربات الأمريكية لم تؤثر على حدة الهجمات في البحر الأحمر كيف تقرأ الغرات ودليل أن الوتيرة لم تتراجع حقيقة كيف تقرأ الغرات الأمريكية والضربات الأمريكية البريطانية على مواقع لجماعة الحوثي في اليمن أصعد الله صباحكم بالخير أنتم وكافة مشاهدي قناة العربية بالتأكيد العمليات العسكرية الأمريكية هي أخذت طابعا إعلاميا تضخيميا يعني أنتم تعرفون ودعني أحدثك مثلا عول الغرات التي ضربت على صنعاء أو استهدفت العاصمة الصنعاء نحن نتحدث عن مثلا جبل عطان ومنطقة النهدين ومنطقة الحفا وهي مناطق تم استهدافها بمئات الغارات بين العدوان على اليمن خلال تسع سنوات ماضية وبالتالي عندما يتحدث الأمريكيون بأنهم ضربوا مراكز القيادة والسيطرة أو ضربوا مواقع للرادارات أو مواقع لطائرات الهيلوكوبتر مع أننا لا نمتلك إلا طائرة هيلوكوبتر واحدة وهي ربما في مكان غير معلوم أنتم تعرفون الطبيعة الجغرافية والتضاريس الجغرافية في اليمن وطبيعتها وكيفية أيضا التعامل مع عدوان استمر تسع سنوات لأن القيادة العسكرية في اليمن استخدمت أسلوبا آخر هو أسلوب التخفي مستغلة ومستفيدة من الطبيعة الجغرافية اليمن بالتالي فإن العمليات العسكرية بنسبة 90 أو 95% دعني أؤكد لك ذلك يعني لأني أعرف المناطق التي استهدفت وقد أجريت عديد من الاتصالات قبل وصولي إلى الاستوديو لإجراء هذا الحوار أن مجملة الغارات كانت تستهدف مناطق مستهدفة من قبل الأمر الثاني أن الولايات المتحدة الأمريكية قبل العدوان على اليمن سواء في الضربات الماضية أو الضربات التي تمت يوم أمس كانت تتحدث أنه ما يسمى بطائرات وأيضا أهداف الحوثيين كما يسمونها أو الجيش اليمني هي كانت متنقلة وغير ثابتة وبالتالي فإن موضوع الاستهداف يعني هو جزء من الحملة الإعلامية والدعائية والتضخيمية لتكون الولايات المتحدة الأمريكية بأنه شنت هذه الغارات وأنها حق تهدافها بالمجمل وأكد لكم تماما بأن العمليات العسكرية التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا يوم أمس لم يكن لها تأثير والدليل أنه بعدها تقريبا أكثر من ساعة يعني كان هناك استهداف في البحر الأحمر وقد نشهد اليوم تطورات ربما غير مسبوقة وأكد لكم أن العمليات في البحر الأحمر اليوم ستأخذ طابعا آخرا غير ذلك الذي كنا نشاهده أو نسمع عنه خلال فترة الماضية سيكون هناك عمليات عسكرية مختلفة لها طابعة آخر ولها أيضا أهداف أخرى لأن العمل والإجرام اليوم الأمريكي لا بد أن يكون له رد والرد لا بد أن يكون بفاعلية وأكثر دقة وأكثر أيضا كثافة وأكثر أيضا استهدافا سواء لجهة السفن وحاملات الطائرات والمدمرات والبواء السفن الأمريكية أو أيضا البريطانية